استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس التنفيذي لشركة أوكيانوس الأمريكية العاملة في مجال حماية البيئة عبر تقليل استهلاك بلاستيك أحادي الاستخدام والسيد هشام شيتا رئيس مجلس إدارة شركة أنكوم الدولية للخدمات البترولية والصناعة وخلال الاجتماع أشار رئيس مجلس الوزراء إلى التزام الحكومة بمنح أولوية لمشروعات الاقتصاد الأخضر بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مضيفا أن الحكومة تدعم الحلول المبتكرة المقدمة من جانب القطاع الخاص للمساهمة في جهود مواجهة التحديات ذات الصلة بالتغيرات المناخية هذا واستعرض مسؤول شركتي أوكيانوس الأمريكية وإنكوم الدولية مشروعهم المقترح لإنشاء مصنع لإنتاج بداء البلاستيك صديقة البيئة والذي سوف يعد الأول من نوعه في مصر من جانبه وجه مدبولي بسرعة قيام الشركتين بعرض التصور الخاص بجدول تنفيذ المشروع حتى يتسنى السيل قدما في إجراءات التنفيذ ترجمة نانسي قنقر